كان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر افتتاح مرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة حضر حفلة الافتتاح كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة